موسيقى موسيقى مساء الخير أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم وأنا ألتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج ليل البنفسج مع ضيف راع جبل من جبال الأغنية العراقية أقول له منصور أحسك على جروحك دوم منصور وصورة ما حواها البوم منصور كريم الإسم واسم الأبو منصور صوتك بل بل بنغمة شجية بساء الخير كريم منصور سعرنا أستاذ عادل وأشكرك جدا على المقدمة الحلوة سعداء الله يخليك وبطلتك الحلوة علينا الله يسلمك قناة هنا بغداد ترحب بيك والجمهور الحبيبي رحب بيك شكرا إليك وشكرا لقناة هنا بغداد والجمهور بس أنا أحب أعتذر منكم من الجمهور لأني مزكوم منذ أسبوع عاذكم والله من الزكام أعتذر مقدمة من هذه الحالة سبقتني بهذه المعلومة أعزائي المشاهدين طبعا كريم رجل مسكوم وأنا جبت قوة قلت للخاطر الصداقة تجيني لأ الناس عشان إليك وأنا عشان إليك أبو حاتم الناس تسأل عن صحتك وإنما يلاقوني عادل شن أخبار أستاذ كريم منصور صحته والله صحته جيد بعيدا بمعزل عن الزكام هذا طارق هذا طارق بس الحالة المزبدة لا الحالة العامة أنا أذكر ببضى بمرح نسبوع ثقافي نعم شنا أنا كفت غرفي نعم وشنات معتل جدا فأنا صعدك ونزلك تعبتك شوية تتذكر شون داريتك تعبتك يا والله إن شاء الله تجازيك بالخطر فدوا لقلبك فدوا لقلبك إن شاء الله زينة صح لا زينة الحمد لله وشكرا أين أنت الآن يقولون لكريم مختفي يا بكريم مهنة كريم عند عمل بالخارج شن العمل بالخارج والله مثل ما تعرف أنت حضرتك نحن نداوم سوء سوء موظفين بدائرة وحدة أنا أستاذ كريم الرصافة الأولى تربية الرصافة الأولى نشاط المدرسي منذ ثلاث سنوات انتقلت إلى بخارس العاصم الروماني مدير المدرسة العراقية هناك آه للمختربين الموجودين الجاليات العراقية والعربية أيضا آه العربية موجودة في نفس المدرسة العراقية نعم نعم هذه المدرسة تحتوي على 12 صرف من الأول الابتدائي حتى السادس العلمي العدادي آه حلو نعم حتى الكادر اللي بها هو عراقي كادر التدريج والتعليم عراقي عربي أيضا إذن أنت هنا شينت تخدم الناس بصوتك نعم وهي اللواعج اللي بصوتك نعم أيضا أنت تخدم بشكل أكبر خارج العراق تخدم الجالية العراقية والعربية هذه خدمة أكبر نعم ولكنك ملاحظة أخرى الناس الناس يقولولي أكو ناس يعرفون أنت برماني نعم يقولولي فضل رماني علينا على جمهورة نحن نحبه وعطشانين له فضل الخارج على الداخل لا والله لا مو دقيقة هم هذا ما نحبهم يقولون عظم طبعا ندعو قل لك أنقل لك هو بس أنا أصحح الملاحظة أنت لبيت ندع نطرع عليك هناك التزامي هناك أبعدني كثيرا عن الفن أي يعني أنت ما نفضل الخارج على جمهورة لا أبدا إلا نحبوك يقولوا ما شبعني من أبدا هو إحنا شنو عدنا غير جمهورنا الله بعدين منه صنعنا أصلا الله جمهورنا ما نوفي أبدا ما نوفي الله أستاذ كريم اللون اللي يتغني أنت نعم أنت أساسا أنت عراقي نعم وأساسا من العمارة نعم هاي المفعمة بالحوب والفن والشفافية نعم يفترض المطرب اللي ينحدر من العمارة يطلع مثل فرج وحاب أو عبادي العماري يطلع ريفي محظ أنت جيت بلون غريب عريف بي وبمسحة المدينة لحد الآن هذا اللون محير العالم حلو يقلد ولا يقلد إذن أنت سويت بصمة نعم مثل ما سواها داخل حسن مثل ما سواها نظم الغزائلي مثل ما سواها مطربنا الكبير سفيرنا كاظم السهر الله يطيب الصحة والعافية هذا اللون لون كريم غنوه هواي قلدوه نعم قلدو هذا اللون أول من طرقه كريم أنا هذا ما يختلفون عليها اثنين نعم لكن هناك ناس نشحوا به بس ما قدروا يستمرون أنت استمريت بهذا اللون ووصل للناس بحب وجمال غيرك غنو نشحوا به بس ما استمروا به هذا اللون كريم أعتقد راح يستمر إلى يوم القيامة هذا اللون كريم مصر ليش هو قبل ليش ذكرت اللي من الأعمارة لازم يصير مثل فلان مطرب فلان مطرب فديوم صديقنا راح هو شاب جميل و لابس بدلة جميلة وهذه راح فسألوه بس بوزارة سألوه انت منين جاي قالوا من الأعمار قالوا شو ما لابسك شو ما لابسك فالمهم نعود للموضوع وأنا دائما أركز على قضية في فيما هي التحديد اللون اللون الغنائي زائد البيئة بس هناك قضية جداً مهمة هي خامة الصوت هي تملح عليك شو أنت بظه خامة صوتك والثقافة الموجودة بالحنجرة هناك ثقافة أنا سميها خاصة بالحنجرة ثقافة الحنجرة يعني ما هي ثقافة الحنجرة شون تقودك لا تأدي شون كيف تقول كل الألوان كيف ترتقي إلى مستوى الأبعاد خامة الحنجرة زائد الثقافة الموجودة بالحنجرة زائد ثقافة الشخصية الشخصية ثقافة كلها يتولد نسميه أحنا بالأخير اللون بدون أن يعني الفنان أنه راح يتكون اللون أول شيء يبدأ بدون أن يقصد أو يعني أنه راح يقول اللون بس أنت أكيد أول ما بدأت تسمع تسمع الصبق المحمداء والربعنا اللي يغنون وانت تصغير يعني شوف شون يعني طلعت من اللون الريفي لكن أنا مدقى وقعت باللون الريفي لا لكني حافظت على المقومات الأساسية أسمع ريفي أنا أسمع أسمع ريفي وأسمع غنام الدينة وأسمع حتى الغربية وأسمع لون قحطان العطار وأسمع روح الخارج شلون أجتها من السماعة أجت وأنا صغير أنا كنت أسمع داخل حسن كنت أسمع عباد العمار سلمان المنكوم بالمقابل أسمع الله يرحمه طالب الخرهولي أغانية بصوت أسمع فاضل عوات ساعدون جابة هذا اللون آخر أي طبعا أسمع مخلثوم أسمع عبد الحليم تمزج من كل هؤلاء طلعت خلاصة هو هذا اللون اللي استقريت وإذاك ما تحدد هذه ثقافة المطرب هل هناك جماعة صدقاء يعني هم مو معنيين بالموسيقى يعني شوفوا كاظم سار يقول شن عبد الحليم هو مو شن عبد الحليم بس هو نفس شغلتك لدولة نعم أخذ منها هذا واخذ مو أخذ لا وإنما استفاد استفاد نعم استفاد وبنها شخصية أكو أغنية دائماً عنها بالجلسات من نقعد نعم على فكرة الناس تدري أو ما تدري كريم أخوي وصديق طفولة وإحنا موظفين بدائرة وحدة وروح وحدة أكو أغنية دائماً ترجلتها ما أذكر اسمها الطالب القرغلي يا أخي غش يا حبيبي الله يا حبيبي خل نسمع يا حبيبي نسمع يا يا حبيبي بسئلك وحدك قيلتها وانت من شعري من شعري وغرامي تحسستها يا 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 حبيبي بسئلك وحدك قيلتها وانت من شعري من شعري وعذبي تحسستها ما قيلتها لغيرك بحرقة وترافة والمحبة بقربك أكثر جربتها وعرفت معنى الدموع وليش تجري وعرفت معنى الحياة وبيش أشري وعرفت طعم الدموع وبيش تجري وعرفت معنى الحياة وبيش أشري 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 بعيونك حبيبي وهي عمري أشري بالروح وحياتك بعشري يا حبيبي يسلم صحة وعافية وحاتم وحاتم من كونة السماعي يعني هو من بينهم الفنان الكبير سعد ونجابر زائد الفنان حسين نعمة أيضا تحياتنا لهم حميد منصور أنا كنت أحب سعوتها وأداء والأغاني اللي يختارها كانت هو أنا أعتبره محظوظ سعد ونجابر الأغاني الجميلة اللي تصير بالنصيبة يعني الإنسان بالحياة حتى هذا شان مهاجم إيطاليا سنة الاثنين الثمانين نعم باولو روسي أحسن لاعب بالعالم طلع هداف كأس العالم سألوه قل له شنها المهارة شون صار هداف قل له مهارتي زائد الحظ صح اللي يقول له ما أحظو ما أصير حص أنا جاء زائد بعدين لما أنا صرت يعني صوت ونعرف صار بيناتنا رابط من بعيد هو الفنان كوكب حمزة أنا أسمع علحان كوكب وسعدون جابر هو اللي يغنم معظم علحان كوكب من القنطار بعدين صار رابط أقرب اللي هو كاظم فندي اللي ممدوح تحيات نصح فرنان كاظم فندي والشاعر سعدون جابر سعدون قاسم الشاعر الكبير استاذي أعطوا معظم الأعمالهم للفنان سعدون جابر حتى كانوا للطرفة أنه من يجون البغداد ويمطون لحن لصوت معين يقولوا هاي لا هاي مريت هاي ما رأيت سعدون جبت نعمال غنيته جتنا الصبح هاي هاي نسمع جتنا الصبح جتنا الصبح خفامي ازعل سعدوني نعم هاي لا هاي يابنقول مقطع عبد طيبي هاي مرخصتك مايكستاذ نعم العبد مو مقطع سعدين مو مقطع مو مقطع هاي قدرين تشبعين اخي اي اي عبد سادر مريح جمع لا لا إن شاء الله مستاهلا مستاهلا والله وحيل والله وحيل روحي شكي همتش للليل للليل مستاهلا والله وحيل والله وحيل روحي شكي همتش للليل 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 ذكرين من كنت اشتكي لتانا شفت الزمن شي سوي يا حيران ذكرين من كنت اشتكي لتانا شفت الزمن شي سوي يا ذبلان بسنونها بسنونها عضت شفايفها ندم ترجف خجل ترجف خجل من راسها الحد للجيدة بسنونها بسنونها عضت شفايفها ندم ترجف خجل ترجف خجل وتتنهد بحسرة وآلم ساعة تغمض حيونها ساعة يتغير لونها مرة تغمض عيونها وساعة يتغير لونها شفت العشق شي سوي يا فلانا شفت الزمن شي سوي يا فلانا ها يفلق الله صح وعافية كرم طياد كريم بس تعالوا نعم انت مطرب كل اغانيك رائعة كل اغانيك ميتناقشون عليها ثنين ولكن كل مطرب تبرز عندها اغنية تكون هوية هوية كريم بس تعالوا هي الحان كاظم فندي كلمات سعدون قاسم نعم كانت هو البدايتي كانت هي قابلة أغنية لكن طلعت ضمن البرنامج هم تعال به يا أمل روحي تعال أيضاً لشاعر سعدون قاسم والملحن كاظب فندي لكن رسمياً صارت همس من نصيب مع بس تعال والبداية كانت هو أيضاً كتب الفنان الشاعر سعدون قاسم ولحنه أيضاً الفنان كاظب فندي كانت في حوزة الله يرحمه صلاة عبد الغفور و أنا أريدك هذا السرع أنا أعرفه ولكن نحب جمهورنا ما أقال لهم هذا ما ينفعني اللون سواه موال راحت ضاعتك موال طراحت الفكرة على الأخوان كاظب فندي وأسعدون قاسم أنت طرعت علي قاله وخاف صعب عليك قلت لهم خلي نجرب يعني نجرب فنجحت بس نجحت يعني بعدين أذتني نجاحها أذاني ليش ظلمة الأغاني اللي وراها الناس كلش تمسكوا بيها تمسكوا بيها اللي يحبوها يعني يصورون حتى الأذاعة كانت ما تطي نصيب البث الأغاني الأخرى مثل هي لغني أرقم واحد بالعراق من طلعت لا غبار عليها الأغنية رقم واحد بالعراق إلها يعني إلها أحداث قصة 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 سعدون لسعدون هو مثل من سأله على جهة الصبح يعني واحد بعد ثاني سأكاظ من فندي يخاف من المرة يقول هاي سعدون ما لسعدون قاسم سعدون قاسم قال لا والله ما لسعدون قاسم وحتى من شان موظفي أنا أبو ممدوح من حتى كان موظفي أنا أم يخاف هذه القضية اللي بس تعال اللي هي هاي المفردة تصور بدتها أم سعدون قاسم الله لأنه عندها يعني أخوانه راحة يعني كانوا معتقلين بعضين فقدوا بعضين أجت الأخبار أنهم نعدموا ايه فأبو قال تبتش بالبيت هاي الساحة الحوش نسمي احنا ايه ايه ساعت وينكم بس تعالوا لازم سعدون قاسم شاعر شاعر حريف لازم ايه الصورة اللي هي كانت تتذين عيون أحس بيهن غشة وما قولين أنتو ايه 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 هو مثقف راسين هو تدريسي نسمع بس تعالوا نسمع يعني بس قرامل لا تطيني مقطع احنا ما جاي بينك الناس ريت تشبع منك لا هو اكون مقطع ما نسجلينا احنا راح عبدي منه وارجع 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 كميل اللغني حظريت كل الورد والزينة صورت خلي العزيز يجينا حظريت كل الورد والزينة صورت خلي العزيز يجينا وانوار صار البيت وشموع وضوها وشيشة الريحة نحط منها سوى انوار صار البيت وشموع وضوها وشيشة الريحة نحط منها سوى باقي بنفس المكان صرتو بس ذكرى عزيزة وما تضيح صرتو بس جروح بيوما تطيح 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 ما تغير صرته بس جروح بينا وما تطي واسفايا خيبت وظني الناس كل هالناس جتني وانتوا ما كوا وانتوا ما كوا وانتوا ما كوا بس تعالوا كله جيتوا كل عزيز بعمري أطشنا فد العيونكم الموال العراقي نعم أنا سامع رياض أحمد يقول المطرب لما يغني موال مو مطرب المطربين يقول لك أنا بس أغني يجي غني لا تطيني موال سلف لعن الموال العراقي الموال يعني كان بالغناء الريفي هو معروف يعني طريق تشنه هو اليزهيري حظرتك تعرف بعد فترة صار الموال انه القصيدة تقال بالطريقة الفالد يسموها موال بالعراقي يتناولوا هكي المطربين الرواد لكن فاضل حواد التحتور فاضل حواد تناولها بشكل آخر يعني أنا فكرت قلت خل ليش مو الموال يعني ليش يكون على وطيرة واحدة ليش مو المغني ياخذ راح تلي يغني يعني يروح يبحر إلى مقامات أخرى حسب الطرابية الموجودة بالكلمة ليش ما يطمعنا للكلمة آخر يعني معقولة كل الكلام متشابه يعني ما ممكن لا ممكن فليش تغني على وطيرة وكل ممل فكل ممل صح فكرت باي الطريقة يعني أغنيتها ونجحت نسمع موال الكريم نسمع موال الكريم كريم كريم وداعتك جيتك تلقاني حبيبي وداعتك جيتك تلقاني وأنا شوصف محفتك يعجز الإلسان يا زهرة شبابي وفرحتي بدنيايا يا أول شخص على الدرب مشاني أحبك حد قطع نفسي وغار عليك وخافت مر عليك أيام تنسى ولو أدرب وفائك تختلف يا زيع بس شوف القلق لي وين وداك حبيب أنت وصديقي وأدعي من الله ينطينه أنا بحبك عمر ثاني وذا مريت لحظة وما ألحق بيك أبو ستراب جدمك لو تعد ثاني أبو ستراب رجمك لو تعد ثاني شابي والكبر موضوع ثاني أنا يا ما دمع بل الارداني شابي والكبر موضوع ثاني أنا يا ما دمع بل الارداني حشين ثوب نيلي لبساني ما حشين سحر يعقد الثاني أسقل شوفي ودور عن مكاني واخجل ورجف بيد استكاني استكاني قل شوفي ودور عن مكاني قل شوفي ودور عن مكاني واخجل ورجف بيد استكاني الصحح دفتري حقد أناني عرف بي أحب وكتب أغاني صحح دفتري بس ما نصفاني خذت مية انجحت بس رسباني دمع بعيوني باقي وإلمنا بتشيه دمع بعيوني باقي وإلمنا بتشيه كلامه هواي عندي ويا منح تشيه قعدنا هنا وهنا وبتشيه ندموعنا وياه هلي وحيد يديني يومنا خذتين دمع بس يا دمع من عيني صبيت رحت ويا سوية ورح ردي رديت دمع بس يا دمع من عيني صبيت رحت ويا سوية ووحد رديت وضعت يا غربتي ويا وحشة البيت ودلانة على دربت شن تدلي شجانه وقلت لروح وما دري تباعي قلتها بلا وعي وكلمة التنقال علي مكتوب أظل كل عمر رحام ولاقي الناس كلها وما لدي دمع بعيون باخر واني يبتسيح دمع تعاني دمع تعاني دمع ما يسعى دمع تعاني دمع تعاني عاني عاني دمع تعاني دمع تعاني ما يسعى ترك النفيس كي النفيس كي النفيس تحميل ترك النفيس تحمل ما ما يسعى وبعد ما لعلى أجرك قابلي يا عيون دعوني أشتكي همي دعوني دعوني أشتكي همي دعوني من الداء الذي أمسى دوائي على من أصبحت تخطو أمامي وقد كانت متيمة ورائي على من سببت في الحب قتلي وجاءتني تشارك في إعزائي بتاتي في المحبة ساومتني فأما دمعتي أو كبريائي ولكني صبرت على جفاها وفضلت الجراحة على البكائي ساومتني برخيص الثمن ورخص ساومتني وعليته لامة النأل ساومتني على الجروح ودمعها ساومتني هجرتها ودمعتها عزت عليها ساومتني برخص الثمن ورسل ورسل وعين دنيته وينه وينه ورسل تخذها الروح ترثي لك ورثها خذها الروح ترثي لك ورثها ساعة أنت تنوح وساعة هي ساعة أنت تنوح وساعة هي جنيت هواي أنت بعشرة ذنوب ولا مرش تكيت الحال منك جنيت هواي أنت بعشرة ذنوب ولا مرش تكيت الحال منك وعدين وقولا تصفل ولا بالظهر مرة حتيت عليك تحاجيني وكلامك يهدم الحيل وبررها وقولا زغر سنك أنا مليت منك تغلط وياي ولا مر ذنوبك حاسبا بعت عشرتك قوة ووجهين داع بس بداخلة مني تحضنك الناقل لك حتي ما ناصب وياك ولا خايف من الله الهمس بذنك تلقاني يا كرومة بالأحظان تلقاني يا محبوب بالأحظان وعني الوجه الأسمر لا تديره بل إياك أنا طير وجنح مكسور وبدونك فرحة العاذل شبير تلقاني كريم وخذ نبيديك ولا تسمحك البايع ضميره بعد ما أبي حيلان أزعله إياك دخيلك هاي زعلتنا الأخير دخيلك هاي زعلتنا الأخير قللي علية أنا سويتة 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 بس انت وينك تعبي ونسيته 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 اه خلي علي انا سويت 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 بس انت وينك حبنا ونسيت ونسيت عشرين ساعة واربعة ليلة لا نجمة لا شمعة تضوي لي عشرين ساعة واربعة ليلة لا شمعة لا نجمة تضوي لي شاصبر بعد يا ناس لي وين لي وين شباب 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 كرومي شباب بعدك الاولي بعدك اولي استعالوا كرومي استاذ كريم اللون اللي تغني اللي تخصصت بي انت اللي هو اللون كريم منصور اي مطرب الان يجي غنى هذا اللون خلاص هو دون كريم منصور هذا يقلت كريم منصور هذا اللون هو بي لون الغربة بي لون الضياع بي لون اللوعة بي لوعة المسافر اللي غنوه قبلك او هو غنوه مو هذا اللون ولكن الاتجاه هذا اللي تجهوله غنى قحطان غنى غيره غنى غيره ماتوا بالغربة فضل الله والغربة وما طبعا فضل الله الغربة لان هذا اللونك تسعين بالمئة منه بي لواعج الغربة فضل الله والغربة وتمرده على الواقع هو بيتمرد طبعا على فكرة واعتقد ما تخالفني هذا الرأي بيتمرد حتى على الواقع سوء على الغناء بالغناء وفي الحالة المجتمعية ايضا بيتمرد فحبه فضل الله والغربة هناك والبعد وما تغربة لا تخشى لانه انت غني هذا اللون انا تموت غريب تموت وحدك بعيد عن احبابك لان هذا اللون يموت لا انا لا اخشى هذا الموضوع لاني ما عندي قرار انا ابقى خارج البلد يعني لدي يوم واحد من الاخوة المحبين ما عرفه طبعا بالفيس كتبت خبراني لان لازلة خارج القطر قل كاتب لي ليش ما تقول البلد ايه ليش ما تقول ليش تقول القطر ده انا من ليش ما تقول البلد لان انا فعلا مو خارج البلد انا خارج الخارطة بس خارج الخارطة ايه ايه منك يتبون خارطة القدر العراقي ما يكتبون البلد العراقي صح البلد موجود كلك يعني فأني ما أقرر حتى أوصل لهذه المرحلة ما أقرر أبقى أصلا حتى بهذه الوظيفة أنا وحكيت لك قلت لك إنه طالب النقل حتى أرجع أيضا حتى أرجع وحتى أواصل يعني لأنه صار عندي انقطاع وانا أعتذر من خلال هذه القناة أعتذر للجمهور عن هذا الانقطاع يعني أعتمون عليك بس أنا يعني يعني وعدتهم والآن بلشت بتسجيل الألبوم الجديد حلو حلو إذن نحن بإنتظار ألبوم كريم منصور الفنان الشاب الشابي شاب أعظم فني مرة سوا هويته سواها جرّ لها خمسين جرّ لها سواها تسعة وخمسين قلت له شي تفيد أنت حشب شي تفيدك تسعة وستين تفيدك بعد وببيّج بلاد تباين شنسب عمل نكرّم كيف أنت شتحب أنت فارس الساحة حبيبي إحنا هيتش قدنا واحدة من الأغاني اللي هسه سجلناها بعتي ما طالعها تباين موسيقى 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 إلمنا كنا بلا فضل وبلا منا أم دمعتها بكبر نهر الفراد وثوبها الأسود ومترزها بهز وأم من تبتسم أحلى من الصباح وأم ضحكتها في الجنة عدن ما قرأت أمي القرآن الكريم وحافظ آياته فيما أنزل أم إيمان ووفا وصوم وصلاة أم من يوصلها خايف يطمئن أم طول العمر مرفوعة الرأس عيونها لي فوق قبض ما دنك أم تعبت لمن سوتنا رجال ومرجليها علينا تفطرن أم طول العمر مرفوعة الرأس عيونها لي فوق قبض ما دنك بس أذكر مدنكت من ما تبوي والشعر شيب والضلوع عند حنم مثل المبارك ولا وجهك بعيد لكن عيونك على أطفال يضون مثل المبارك كيلة بوجهك تلوح الماء والخضراء والوجه المحزن عند حضنين وبعدين ما أريد هن حضن الوالدة وحضن الوطن هن حضن الوالدة وحضن الوالدة منه يقدر يشيل الحزن عني ويخليني فرح للناس أغني تعلمت الحزن من أمي والناس من اللولة علي الولدي أبلي تعلمت الحزن من أمي والناس من اللولة علي الولدي أبني دللول ودللول ودللول دللول نايل طارهن لي هس بذني لي هس بذني هذا الوفاء هذا الوعاء الإلهي الجميل هذا الأمر اللي ما نسيناه ألف رحمة على أرواح الأمهات الانتقنة لها رحمة الله والعائشات إن شاء الله الله يطيم إن شاء الله العمر المديد أنت والدك عايشة كري الله يطيها طولة العمر وهنيئاً إلى على هذا ابن البار الله يسلامك يا خليف مطيف كرمه هدوءك الشخصي أحياناً نشوف مطرب مشعشع يغني هو مشعشع بحياتك مستحيل يجي يغنيه شغال مستحيل صح؟ ما تنم عليه ولا هو ينتمي لها ما يقدر له من يصعد على المسرعة مثلاً هوي هوي أحيراتك أكيد لأنه شعشع الوقات الشخصي أكيد إنعكس على طريقة أغناءك طريقة أغناءك هذا الجميل اللي به حزن شفيف أكيد إجت من هدوءك بشخصيتك إلى علاقة يعني أكيد أنت هادم أكيد 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 هادم يعمل مم معناتما يعني عاصبي يعني عاصبي يعني كل شيء عاصبي 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 على الحالات اللي تستخز daily حاولtype donne في كثير منها أحيانا أتجنبها لأن خففت منها هي عصبية أنا ما أعتقد واحد بمستوى شخص كريم منصور تكون عصبيته من فراغ اعتباطاً أنا أعتقد إليها علاقة بقوة الشخصية القوية الشخصية يرفض الغلط ويعبر عنه بحدية هو يعني أولاً عدم قبول الأشياء الخطأ تولت هذه الحالة وما بها خيار يعني يعني خيار واحد بها ويعني يذكر أو مثل ما قرأنا أنه اللي ينفع للعصبي هو داماً العصبي يكون طيب القلب طيب وصادق صادق بحيث ما يقذب هو وكيف كان عصبي طرح الأمور مثل ما هي وما جامل والفان هو الفان يعني هو الفان هو عطاء إنساني شخص الفان لازم أنت تكون بهذه الصيغة ولو على قدر معين أما اللي ما يتناول اللي ما عنده هاي الحالة مشرط أن يكون هو معاطفي بس ما يتناول هذا اللون من الفان اللون صادق بيصدق 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 أنا مرة قريت على نيرودا يقول في الفن يجب أن يكون النصيب الأكبر للإنسانية الله هل أشوف الإنسانية مرتبطة بال يعني بالفن بشكل مباشر بالعواطف ودائما قرارات الواحد العصبي بعد العصبية تروح الذوب لأن القرارات بعلم النفس القرار الفوري ناتج عن عاطفة بما أن العاطفة معرضة لل أي هو انفعال عاطف انفعال عاطفي عنا عاطفين وهذا اللون نجد به نفسنا نجد به أرواحنا أكيد أكيد ليه شبق طيار بقفص ليه شبق طيار بقفص تباقي طيار بقفص ترفض ترفض أن تبقى طيار بقفص لا أنا طليق طبعا أنت على الرغم من تغني للحب والأحباب والمحبين أنت لحد الآن اسمح لي أدخل بحياتك الاجتماعي لحد الآن ما متزوج يعني شغل غراب أنا مواليدك وابني متزوج وعنده ولد يعني أنا جد أنت ما متزوج ليش حتى ما سير جد ها تباقي طيار بقفص ما قل هذا علي قاطي عليه قتف يا ما صارت يعني النصيب ما صار صارت محاولات هوا وانت المثلك وعنده معجبين وعنده أكيد عندك معجبات تتعرض إلى إلى أفد هزة إلى أفد علاقة أكيد تتعرضت لهذا الموضوع انتهت بوقتها ما صار ما صارت ما تتوجد وراح تبقيتش يعني لشوان لا والله صارت وبعدين يعني من تشغل أنت كشباب تفقين عليها بعدك شباب وبعدك حلو كلا لا ما معجب يعني أنا ما تتوجد يا بالتلفزيون ترى شايب ترى أكو هش مشتوع أكو هش مشتوع والله إي يعني ليش لا بس مو ليش لا أي ليش لا يعني صارت صارت محاولات وبعدين يعني نصير بها معاوقات لو أنه نصير نصير شاء الله مثلا أنا أكرح حالة أجساء العادل أكرح هاي مالي يجيبون يقول لك الولد خلي شوف اللبنية خلي شوف نعتون هالأحب بعدين وهو واحد منهم ما يوافق ذاك الطرف الآخر ينصدم إلا طبعا فأني دائما أبحث على الطريقة أقول أنا أباع أشوفها من بعيد بحيث ما تعرف ما تعرف أنا جاية لو هي تجين يعني هي هو النصيب يجيبها هو نصفك الآخر النصيب يجيبها لذلك الزواج اللي يجي عن معرفة طبعا من ضد اللي يقولون مو ناجح حتى من خلال الوظيفة هو ناجح لأن يعرف المرأة يعني يعرف المرأة فطولة العمر لكل الفنانين طولة العمر إليك كرمي وإن شاء الله الزوجية عش الزوجية القريب ومن حضرة إن شاء الله من بؤك لباب السمك يا رب يا رب ش نسمع منك كرم نسمع آي طير بقى فاص لو أنت شتح أنت اللي اللي في شتريت يعني تفضل علينا وعلى جمهورك الحلو ومعرف أنا والله والله ما متهي بس أدري بي كانت جبتك قوة طريح الفراش بس معرف شوف وشين تغايف دقول خاف أعطس إي لأطاس خاف قرر ماك عليك طبعاً الأشعار اللي غنيناها الشيء اللي ساعدون قاسم وشيء اللي نعمة مطار الشيبي والكبر حتى لا يقولون ما ذكر الغاني هذه الطير بقفص بحياتي اللي شعر الراح الكام اسماعيل قاطع نزاد ولا نقص ولا غلاء ورخص نزاد ولا نقص ولا غلاء ورخص ما يهمني بعد الحشي وأنا انتهت وخلص قصة بحياة انتهت قصة بحياة انتهت مو مثل باقي القصص ومو مثل باقي القصص يلضيعت راحتي ابقى بلا راحة وشوف الحزن بالقال من تذب لفراحة باقي القصص يلضيعت راحتي ابقى بلا راحة وشوف الحزن بالقال من تذب لفراحة بيدي قفلت القال وكسارت الفتاحة بيدي قفلت القلوب وكسارت مفتاحة وما دام عندي جنح وما دام عندي جنح وما دام عندي عندي جنح وما دام عندي جنح ليش بقى طير بقى فاص ليش بقى طير بقى فاص الله يسلم هذا الصوت يا كرومي أستاذ كريم مجتمع الفن بعلاقات بوضعه بالتنافس اللامشروع أحياناً يعني أي فنان أسيلة أقول له هل أنت نادم على دخولك لوسط الفني لو سعيد يقول لي أنا نادم كثير من الفناني سعيد لأنه آساناً ما راح أجاوب السؤال أسألك أترك الجواب إليك يعني كيف هي سعادتك وكيف وشنون ندمك يعني أنت عندك سعادة وندم أكيد موضوع الفن وعلاقاته وتعرضت المضايقات بالحقيقة الفن هو ما يعرف الفنان من يبدئ ما يعرف المستقبل شنو مبهم بالنسبة إليه زي يجي فرحان ويجي بشوق ويجي بلهفة بعدين يكتشف أنه قد يتعثر وقد يضايقوا ناس وقد يكون حظة سيئة ويتأثر هذا الموضوع المبهم بالبداية يعني الفنان ما يشعر به لكن في جانب آخر الفنان اللي يملك أو اللي يحتوي محبة الناس هذه قضية ما يمتلكها أي واحد آخر في مع كل الندم اللي يندم على الأشياء الأخرى بالمقابل أنا أقول مو هذا كل هذا الندم محبة هاي الناس اللي يمول كثير اللي يمول كثير أنا أعتقد هذا يجرنا إلى إلى ناحية أخرى نعم السعادة بمحبة الناس نعم والندم من وسطك اللي هو أهل الآنة أبو حاتم مش نسمع منك يا أخي أنت غني غني أنا أخي اليوم اليوم أنت فارس الساح فارس هنا بغداد موسيقى 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 بخيوط العاص العاص موسيقى موسيقى السلة بثنين مرة بالججارة ومرة بالكاس قضيت الليل 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 كل السلة بثنين مرة بالججارة ومرة بالكاس تعب كل هالحياة تألام وهموم تعب كل هالحياة تألام وهموم على هالدنيا الله يساعد الناس على هالدنيا الله يساعد الناس نعم صقلت علي شبيه الوجوه سويت زيان وصريت مكروه صقلت علي شبيه الوجوه سويت زيان وصريت مكروه جنتم نجي يقولون جا العيد هس منجي صحون ش تريد جنتم نجي يقولون جا العيد هس منجي صحون ش تريد ليش العزيز بسرع ينسوه ليش العزيز بسرع ينسوه صح لسانك كرمي صح لسانك على هذا النغم الجميل احنا الوقت تأدركنا لكن الموقع عندي سؤال انت قلت ان عندي ألبوم جديد وان شاء الله مفاجئة للجمهور نعم نعم ان شاء الله يليق بمستوى الانتظار يعني اكيد شاركوك جنود مجهولين بي الحان يعني النصيب الاكبر للفنان الملاحن كاظم فندي وشعرا لستاذ سعد من قاسم وهناك اغنية لفنان كوكب حمزة الله لي من شعر زهير الدجالي نعم وايضا اغنية قديمة للراحل انا كلش طبعا احزن اقول عليه الراحل طالب القراغولي الله 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 يرحمنا الله يرحمنا وايضا هناك شعر لي الأخ جبار صدام ونعمة مطار وايضا من الملاحنين الشباب الأخ جحفر جاسم لا تحياتنا الجحفر وبعد شوف نسينا ما عرف منهم الشعراء يعني الأخ طهر سلمان من البصرة نعم وايضا هناك اغنية للشعر داود الغنام وآخرين ما يعني ما يحثر نشاء اعتذر علي الكل مبدعين الكل مبدعين الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك ان شاء الله شوند ضيف رائع جدا الله يخلي وخفيف الضري واجتماعي وحلو غصما علي يقولون المجتمع أحبتي المشاهدين كنا في رحلة جميلة مع جبل من جبال الأغنية العراقية مع رمز من رموز الأغنية العراقية مع صفحة مشرقة في سفر تاريخ الغناء العراقي مع الفنان كريم منصور كل الشكر اللي مخرجنا المتألق غيثي الموسوي وكان معنا من المصورين علي السيد وسيف بهادر والمساعد أحمد مجيد إضافة إلى الإنارة سيف الشاوي والمساعد نور القراغلي وفي الصوت استاذ ياسر ديجي والماكي يرى الأخت فرح ستايل وأيضا مهندس الاستوديو ذو الفقار الياسري وفي الديكور علي الخرسان وكنت أنا معكم عادل المحسن ألتقيكم الأسبوع المقبل بنفس اليوم ونفس التوقيت مع نجم عراقي آخر بالنجوم الأغنية العراقية حتى ذلك الحين في أمان الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة